اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على المدى المتوسط والطويل من الناحية الفنية لا تزال النظرة الحيادية مع استقرار التدولات اعلى خط الاتجاه الصاعد على الاطار الزمني اليومي وننتظر كسر خط الاتجاه الصاعد باستهداف المستوى 95-82 ومنها الى المستوى 94-88 ولكن في الوقت الحالي تسيطر النظر الحيادية باستقرار التدولات بين المستوى 96 والمستوى 98 الذي يمثل المستوى مقاومة قوي جدا للتدولات خلال الساعات المقبلة طبعا انعكست تعافيات الدولار الامريكي على تدولات اليورو دولار اللي تذكر حالين تدولات عند المستوى 1.1297 أسفل مستوى المقاومة القوي جدا عند المستوى 1.1350 وده بيدعم بعض التصحيح الهابط المتوقع الى المستوى 1.1260 ومن الناحية الاسية اشارت بعض التصريحات اعضاء المركز الاوروبي بانه لا يتم استباعات اتخاذ اي اجراءات تسهيلية للحد من ضعف النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية وده بيخلي اليورو عرضة للمزيد من الضغوط البيعية خلال الساعات المقبلة ولهذا نفضل البيع باستغلال النطاق الحيادي الموضح على الرسم البياني ويتم الشراء فقط في حل اغلاق اليومي اعلى المستوى 1.1350 باستهداف المستوى 1.1450 بالنسبة للتدولات السليني دولار لا تزال النبرة السلبية على تدولات الزوج مستقرر التدولات اسفل لمستوى 1.28 وغموض سير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي واسرار الاتحاد الاوروبي على تجبيد المملكة المتحدة خسائر بسبب قرارها بالخروج من الاتحاد الاوروبي وننتظر نهاية المهلة الاتحاد الاوروبي في نهاية اكتوبر الكشف عن المزيد من الانباء المتعلقة بمسيرة الخروج وهل سيتم توصل الى اتفاق التجاري ام لا من النحية الفنية وفضل استغلال ارتفاعات الزوج للبيع باستهداف مستويات 1.25 ولكن هذا المستوى يمثل دعم قوي قد ينصح به للشراء من عند هذه المستويات بشرط قلة يتراجع الزوج اسفل مستوى 1.2450 الدهب كما اشرنا اتلاقى بعض الدعم القوي عند المستويات الموضحة على رسم البياني قرب المستويات 1325 ليسجل ارتفاعات مرة اخرى وصولا الى المستويات 1337 دولار الوقية ومن المتوقع ان يتم استهداف المستويات 1350 مرة اخرى ولكن في هذا المستويات المقاومة قوي جدا فشل الدهب في كاسرو منذ فبراير 2019 ولهذا ننتظر الاغلاق الاسبوعي الواضح اعلى هذا المستوى للحجد المزيد من الزخم الايجابي خلال الساعات المقبلة وتتحول النظرة الى الحيادية مرة اخرى في حال فشل الدهب في كاسر هذا المستوى باستهداف المستويات الدعم الموضحة للرسم البياني عند المستويات 1320 ومنها الى المستويات 1310 ننتقل الى اسعار النفط التي شهدت ارتفاعات كوية بسبب انباء عن هجوم على حيوات النفط في عام خليج عمان ده ادى الى ارتفاع قوي في اسعار النفط وصولا الى المستويات 53-32 دولار البرميل ولكن في الوقت الحالي لا تزال النظرة الحيادية من الناحية الفنية بسكرارة تدريد بين 55-50 دولار للبرميل وننصح بالبيع في حال الاغلاق الاسبوعي الواضح اسفل مستوى 50 دولار للبرميل ولكن من الناحية الاقتصادية والزيحات السياسية من المطاقة ان يشهد النفط تقلبات حدى مع صدور بعض الانباء وفي حال تعرضت المزيد من حيوات النفط الى الهجمات الامر الذي سيعرض المعروض النفط العالمي الى المزيد من الضغوط في حال فشلت حيوات النفط في المرور من عبر هذه الخليج في خلال الايام المجبلة كانت هذه نظرها سعر على الاسواء اتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله